الثاني من الظهيرة السكتة القلبية وراء نحو 30 أو أكثر من 30% من الوفيات في المغرب الإسعاف الأولي يمكن أن يقلل من المخاطر ضيفنا الأخصاء في أمراض القلب الدكتور ساداوي في بلاتو الظهيرة من ماله الخاص منعش عقاري يشيد مكتبة بمدينته النادور مكتبة القمر البناية جاهزة ما بين 30 و40% من الوفيات وطنيا سببها السكتة القلبية هي أرقام تقريبية فقط وأخصائي أمراض القلب يحذرون من مضاعفات السكتة حسن لحماتي بحل كل أصباح مردين كان كيقرى الجورنال حتى حسب ألم في الصدر ديالو أطاح هو في المنتوعوي يتوقف عند حالات كثيرة لأشخاص اللقوا حتفهم بسبب مضاعفات على مستوى القلب والشرين يحدث هذا عندما تمنع الجلطة الدموية تدفق الدم في الشرايين التاجي وهو الوعاء الذي ينقل الدم إلى جزء من عدلة القلب وهذا الانسداد هذا يؤدي إلى مكان تدخل سريع إلى موت عدلة القلب والذي يقدر يؤدي المضاعفات كثيرة يبدأ بقصور القلب إلى الموت الفجائي الذي نرى وذلك يحتاج تدخل سريع انطلاقا من مكان وقوع الأزمة القلبية أو الدبحة الصدرية إلى موقع العملية الجراحية مثلا في هذه المصحة تزايد عدد مرضى القلب والشرايين في السنوات الأخيرة والأرقام مقلقة خاصة في مدينة كالدار البيضاء قبل كانت الحالة من فوق 50 عام للفوق ولكن الآن في هذا الوقت الكوفيد يجعون الناس بين 30 أو 40 أو 50 عام لا يبقى عامل السن النظرك عنه؟ والتغذية والليجان دوفي ما بقى تمزيانا الأرقام التي خرجت وزارة الصحة في 2017 تتراوح ما بين 30 حتى 40% الأمراض القلبية معروفة أنها هي أول مصدر الموت الوفاة الفجائي وهذا الشيء ينفغيه بالتوية الناس تجيال حريق في صدر وكتصبار عليه حتى يفوت ولا يوقع عليها المشكيل ولا يحفظ يقدموا الآمن آمن ينصح الأخصائيون بإعادة النظر في الطعام الذي نتناوله يوميا كما تحضر هنا مسألة في غاية الأهمية مرتبطة أساسا بطريقة تدبير الأزمات وضغطات الحياة وهي عوامل رئيسية تؤدي للسكتر القلبي المفاجئة قبل تدخل الطبيب عفانا وعفاكم الله ضيف هذا الملف الدكتور محمد سداوي أخي صائف أمراض القلب والشرايين والقسطرة أهلا بكم دكتور شكرا شكرا على استهدافة اليوم ما بين 30 إلى 40% من الوفايات في المغرب سببها السكتة القلبية رقم مقلق جدا علما بأنه رقم تقريبي ممكن يكون حتى أكثر من 40% فعلا في المغرب معنا تقريباً 38% حالة الوفايات التي تكون بأمراض القلب والشرايين في الغالب تكون واحد من سيداد في الشرايين للقلب التي تسبب في جلطة القلب ولتتمثل تقريباً مئات ألف حالة في السنة عندنا في المغرب في العالم كانت تسعود المليون هذا في 2020 وفي سنة 2000 كانت تجوج المليون والذي لاحظنا هذا القرزة كانت خاصة في الدول التي في طريق النمو على العكس الدول المتقدمة لاحظنا بالذي الوفايات بأمراض القلب بدأت تتقص وماذا نفسروا هذا التراجع مثلاً؟ هل أن الناس تعتمد على نظام غذائي معين أم أنه سرعة التدخل كيف تستفيد من تجربة دياله؟ فعلاً كان تحسيس بالنسبة لأمراض القلب والشرايين على النظام الغذائي ونماط العيش كاملاً ولكن كذلك كذلك المستشفيات مجهزة وكذلك هو لغة مصراجية يعني الناس تناخدهم بسرعة لأن هذا المشكل للقلب الوقت مهم بزاف وهذه الدقيقة الأولى مهمة لذا احنا فعندنا واحدة المبادرة خاصة قدرنا واحدة الرقم هو 20-20 لسهل وقصير لا بل اتصلت أنا برقم 20-20 من سيجيبني ولا أي أسئلة سيجيب وهل هذه المكالمة مجانية؟ المكالمة مجانية يجيبكم تجيبكم واحدة المساعدة الطبية لتحول اتصال لطبيب مختص بالأمراض القلب والشارعين والتي يعطي النصائح الكاملة للمريض في هذا الوقت لأن هذه الطاقة الأولى مهمة حاسمة وحاسمة وباش تيرشدهم باش يمشيوا لمستعجلات القريبة للاختيار لهم طبعا وحنا نحاولون نعطيهم النصائح الكاملة في هذا الوقت لأن هذه الوقت لأنها تكره في تاني نحن معادينا دكتور سعداوي بلاتو مغن تصلوش برقم 20-20 بماذا ينصحونا؟ اللي تنصحه هو الواحد من يحس بشي ألم في الصدر ولا صعوبة في تنفس ويتصل برقم من المستعجلات ولا يتصل الطبيب ديالو بيتخص واحد الاستشارات طبية تكون سارعة لأنها كما قلنا هي واحدة سباق ضد الساعة الوقت مهم بزيار والاستشارة الاستشارة والوقت أحيانا كيكون صعب الوصول إلى الطبيب اللي نستشره معاه ممكن تكلمو مثلا في المدن الصغرى في المناطق الجبلية في القرى صعيب يوصلوا إلى الطبيب يستشروا معاه بمعنى أنه هذا التدخل في ذلك الوقت ممكن ينجيه لقدر الله الموت السؤال اللي كترح الدكتور ثداوي هل من علامات ممكن تقول مثلا أنا لقدر الله ممكن تعرض لهذه الساكتة ممكن هذا ممكن كل واحد تنجيه هذا الساكتة كان شيء أعراض معينة مثلا الأعراض هو تيكون ألم في الصدر صعوبة في التنفس في الغالب هم اللي تبينو اللي يمكن كل واحد يغيب تكون على هذا مهم لن تسيخطون الناس اللي تكون عندهم تكون وزيد في الوزن ولا عندهم مرض السكري ولا خاصة الارتفاع الدونيات في المجيس هذوك إذا كان هذا شيء مع الوحدي يحس بعد أعراض تكون في الغالب مشكل للقلب وتيخص استشارة في أقرب وقت بما نحسنا نتفاد فاذو السمنات فاذو السكري خصنا نظام غذائي سليم نعم هذا هو المهم شكرا لكم دكتور محمد سعداوي أنتم أخصائي في أمراض القلب والشريين والقسطرة على كل هذه الإضاحات شكرا لكم شكرا شكرا لكم